هناك نقطة مشتركة بين تايوان وأوكرانيا وهي الرقاخ الإلكترونية كيف تقرأ هذا المشهد أطماع صينية في تايوان أطماع روسية في أوكرانيا هل هي ضربة للغرب على المدى البعيد؟ طبعا أنا أشكرك جدا هذه معلومة مهمة أنا استفدت من حضرتك لما كنت أعرفها الحقيقة أنا أعتقد بأن غاز النيون مهم للشو أبا السمي كوندكتر عندما يصنع تصنع في شوائب إصطناعية من أجل إدامة عمليات الإلكترونيكس مالتا فهذه العملية تسمى الشوائبة تتم من خلال غاز النيون غاز النيون يمرر على هذه لكي يصنعها ويبدو أن هناك أكو خواص كيميائية معينة أنا لا أعرف الحقيقة غاز النيون بالذات فكون أوكرانيا تصنع غاز النيون بهذه الكمية الكبيرة هذا يعني تأثير مباشر على صناعة الإلكترونيك تشيبس وبالتالي ربما هذا قد يفسر إلى حد ما أيضا واحدة من أسباب غلاء المايكرو تشيبس يعني هناك سبب آخر وهو أنه ربما سلاسل التوريد النيون من أوكرانيا قد تعطلت بفعل الحرب لا أملك معلومات الحقيقة يعني ده أستنتج كل هذا ربما قد يكون هذا سبب آخر لسبب غلاء المايكرو تشيبس هذا يعطينا فكرة حول تداخل ملفات الدولية في العالم لم يعود هناك شيء محصول من جهة أنت تذكر هذه المعلومة عن ارتباط الاقتصاد الأوكراني بالاقتصاد التايواني في قضية المايكرو تشيبس وآخرين يذكرون العلاقة الوثيقة التي أصبحت الآن بين روسيا والصين في قضية توريد الطاقة نفسها الروسيا الآن على وشك أن تقطع كل علاقة لها بالغرب في مجال الطاقة فتصبح الصين هي المستولد الوحيد للطاقة الروسية وبالتالي تصبح روسيا تحت رحمة الصين أكثر فأكثر لأن الصين تملك عدة إمكانيات للاستيراد الطاقة في كل مكان بينما روسيا لم يعد لديها أحد تصدر له الطاقة غير الصين والهند بدرجة من الدرجات ولكن بما ذكرناه عن هذه النسبة التي تنتج من غزل اليوم في أوكرانيا بين 45% إلى 55% وتستخدم في صناعة الرقائق تكنولوجيا عالمية إذا ما أصبحت كلها في كافة الحليفين الدب الروسي والتنين الصيني ماذا يعني للغرب والعالم؟ هي لن تصبح في يد يعني واضح كان رئيس شركة ESMC قال بكل وضوح يوم اللي تحتلونا لنخربها ونقعد على تلتها وطبعا هذا التهديد هو ليس موجه للغرب فقط موجه للصين لأن الصين تحتمد على القضية هل تره واقعيا؟ أنا أعتقد أنه هي عملية يائسة يعني بالنتيجة مثل القمة النووية عندما تطلق القمة النووية كل الأطراف تعرف أنه هذه نهاية البشرية فعندما تحتل تايوان تصبح تحت الاحتلال قطعا التايوانيين يفكرون بأنه يجب أن نقول للصينيين أنكم لن تنتفعوا باحتلالنا إذا كنتم تفكرون أن تضعوا أيديكم على هذه الثروة نقول لكم سنخربها ولا ندعكم تمسكوها وهذا طبعا نقطة جيدة أنا أعتبرها لأنها هي تمثل واحدة واحدة لا أقول هي عامل الردع واحدة من عوامل الردع سواء للصين أو للغرب الغرب وكل العالم يدرك أهمية هذه الصناعة في عالم اليوم هذه الصناعة أصبحت بمثابة النفط التي كان أهمية في الصناعيناتنا ترجمة نانسي قنقر